يقولولي دلوقتي خبر كويس جدا ان الجزائر الحمد لله تأهلت للمباراة النهائية بعد مباراة عصيبة كانت كسبة 1-0 نيجيريا وبعدين نيجيريا جابت جلمان ضربة جزائق والديئة 95 محاربوا الصحراء خطفوا هدف التأهل للنهائي ليصبح رياض محرز بيحمل فريقه بهدف غالي جدا زي هدف وبطريكا كده في الصفاقسي لمباراة النهائية لكاس الأمة الافريقية تحية لمحارب الصحراء والفا بروك من الطرف التاني مش كان فيه مطشل تونس للأسف خسرت ها يعني هيبقى الجزائر هتلعب هي والسنغال في نهائي كاس الأمة كان في سنة يبقى النهائي عربي خالص هارد لك لتونس الخضرة ولعبيها والفا بروك لمحاربي الصحراء كل الناس اللي بتتابع والأسف مش منهم وده مش عاجة كويسة لكن ده اللي حاصل يعني لأسف بيقولوا ان الجزائر هي أحسى مستوى قدم في هذه البطولة وانه فريق رائع اللي انا متأكد منه غير ما شوف هو الأداء البطولي يعني هم محارب الصحراء ليس مجرد لقب ولكنه حقيقة مبروك للجزائر ألف 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 مبروك ألف 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 أ